اشتركوا في القناة ضيوف العرس الاربعمائة والسبعون ضموا شخصية اجتماعية وفنانين واعضاء من اسر مالكة كالاميرة تشارلين من امارة موناكو والاميرة كامادو الايابانية والامير ادوارد البريطانية بابتسامة حلوة رددت مادلين عهدها الزوجي باللغة السويدية بينما ردد العريس كريستوفور عهده بالانجليزية الاميرة هي اصغر بنات الملك كارل السادس عشر والمالك سيلفيا وعرفت مادلين باميرة الحفلات في العشرينات من عمرها لكنها حافظت على تواضع واعتدال منذ ان انتقلت الى نيويورك حيث عملت لجمعية خيرية للاطفال كانت قد اسستها والدتها بعد مراسم الزفاف قبل العروسان بعضهما امام الاف هلل ابتهاجا وهم الذين احتشدوا في ذفء اليوم وفرحه يلوحون بالاعلام السويدية العروسان بعد اذ ركب عربة مزينة تهدت في شوارع ستوكهولم المحتشدة ليستقل بعد ذلك مركبا اتجه بهما الى سكن ملكي حيث جرى حفل استقبال خاص تهدت في شوارع ستوكهولم المحتشدة